نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاقنا والواقع ديننا الحنيف أساس للإلزام الخلقي فما هي مصادر الإلزام الخلقي في الإسلام التي نميز من خلالها الخيرة من الشر هذا ما سنناقش في حلقتنا اليوم مع فضيلة الدكتور حسن الخطاف دكتوراه في العقيدة الإسلامية نائب عميد كلية الشريعة في جامعة حلب سابقا أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور أهلا وسهلا مرحبا لو نبدأ بداية بتعريف المصادر ما هي مصادر الإلزام بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين المصادر الموجودة في الشريعة الإسلامية عندنا معروفة هي في الأصل كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذ منهما كالإجماعي والقياس وكذلك يتبعوا هذا العرف والمصلحة المرسلة وما إلى ذلك إذن هذه هي مصادر أو منابع لمعرفة الخير من الشر والخير يعني كما نعلم الخير هو الأشياء المحبوبة المرغوبة لنا من مال من جاه من سلطان فيما نظنه خير والشر يعني من مرض من عاهات من مصائب هذا شر نعم إذن نبدأ بالقرآن الكريم كيف يكون القرآن مصدرا للإلزام الخلقي نحن نعلم أن القرآن هو كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا الكتاب كل ما فيه من أوامر ومن نواهي سواء أكانت متصلة بالمجتمع أو بالفرد بالأسرة هي في واقع الأمر من أجل بناء مجتمع فاضل نقي نظيف طاهر ونماذج عندنا كثيرة يعني خذ مثلا على ذلك لو أخذنا مثال العلاقات الاجتماعية قول الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يسخر قوم من قوم إذن هذه أخلاق أخي سواء كانت نواهي أو سواء كانت أوامر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون أوامر ونواهي يعني ما طلبه الله منا سبحانه وتعالى لا شك أن فيه خير وما نهان الله عنه لا شك أن فيه شر وأنا أقول يعني هل يمكن أن نجد أمرا أمرنا الله به ولا نجد فيه خير هذا هو القرآن أمامنا فمن يعترض علينا فليقل فليقل لنا هذا كتاب الله يقول كذا وكذا وكذا وأنتم تقولون فيه خير إذن كل ما طلبه الله منا فيه إصلاحه للنفس وفيه إصلاحه للفرد إصلاحه للمجتمع إصلاحه للأسرة سواء كانت أوامر يعني افعلوا يعني فعل أمر أو كانت نواهي نعم إذن المصدر الأول هو القرآن الكريم بما فيه من أوامر ونواهي هل الأوامر دائما تكون للوجوب أم تكون للندب أو ما شابه هذا الأمر هو حقيقة مرتبط يعني بسياق النص مع الآيات الأخرى مع فهمنا للغة العربية فأحيانا قد يكون الأمر للوجوب وأحيانا قد يكون الأمر الإباحة إن الله يأمر بالعدل والإحسان فهنا الواضح أن الأمر للوجوب النهي أحيانا قد يكون النهي الصيغة الأصلية للنهي أخي تدل على النفي أو على النهي لكن يمكن أن يعني يخرج على هذا عن سياقه الأصلي فيكون الأمر إلى الندب أو يكون الأمر إلى الإباحة أو ما إلى ذلك إذن فالقرآن الكريم هو مصدر للإلزام الخلقي بأوامره ونواهي حسب قطعية النص أو كذا هو مبحث صولي فقري نعم هذا ممكن يكون هذا أمر آخر يعني نحن عندنا النص يعني هو قطعية ثبوت بالنسبة لل النص القرآني القرآن هو قطعية ثبوت لكن الخلاف أين يكون يكون هل هو قطعية دلالة أم لا لكن يعني كيف نفهم على أن هذا النص يعني على أنه يدل دلالة على الوجوب أو على الإباحة أو على الندب من خلال الجو الذي تعيش فيه الآية ومن خلال الآيات الأخرى نعم تعرفنا عن المصدر الأول وهو القرآن مصادر الأخرى للإلزام الخلقي في الإسلام طبعا نحن تكمل لهذا الأمر أخي لأن القرآن قبل أن ننتقل للمصادر الأخرى كالسنة ولكذا نجد من أجل زيادة في إقناع العقل البشري أن الله سبحانه وتعالى يعني يعني يعلل لنا التعليل يعني حتى يطمئن الفكر والقلب أكثر يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حيات يا أولي الألباب نعم تكملة لقوله تعالى كتب عليكم القصاص نعم حتى ماذا من أجل ماذا هذا من أجل أن يزداد طمئناننا بالقرآن الكريم انظر إلى الآية من أجل ذلك كتب من أجل ذلك من أجل ذلك عندما تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن قصة ابني آدم عندما قتل أحدهم الآخر من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا نفس واحدة فكيف لو أتوا إلى بلادنا يعني إذا لاحظ أخي من أجل ذلك ولكم في القصاص حيات يا أولي الألباب يعني هذا جزء من التعليل القرآني زيادة في تبرير وإلا فالله سبحانه وتعالى أبدا يعني نحن نثق أن هذا القرآن هو كلام الله وأن ما فيه من أوامر ونواهي هي لمصلحة المجتمع لكن الله سبحانه وتعالى يريد مننا زيادة في الاطمئنان ولكن ليطمئن قلبي نعم، هذا بالنسبة للمصدر الأول نعم أما المصادر الأخرى؟ المصادر الأخرى نحن نعلم بعد القرآن الكريم من حيث الأهمية عندنا السنة النبوية نعم، السنة النبوية لنتهل نفصل لشوي من الأقوال والأوامر لأنه هو أي قرآن الكريم أم أي نوع من السنة بالضبط؟ السنة يعني هذا مصطلح عندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته يعني الأشياء التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام أو الأشياء التي كان يقولها صلوا كما رأيتموني أصلي مثلا إذن هذه الأقوال وهذه الأفعال يعني دلالتها التشريعية دلالتها التشريعية مرتبطة بالأخلاق أخي يعني خلاصة الأمر حقيقة الأخلاق هو الدين فما طلبه من النبي عليه الصلاة والسلام من مطالب وما نهان عليه عنه صلى الله عليه وسلم خذ مثلا أخي عندما قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه وما أحوجنا اليوم إلى هذا الحديث يعني هذا تشريع تشريع يعني تشريع ليس مرتبط بالزمن تشريع مرتبط إلى يوم القيامة طبعا نحن نقصد بالسنة حتى نضبط يعني الأمر أكثر ما له دلالة بالتشريع أما يعني المتصلة بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام الجبلية التي ليست فيها دلالة أخرى من سنة أو من أكله صلى الله عليه وسلم كيف كان يأكل كيف كان مثلا أكله ألا تخص على سبيل الاستحباب أو المحبة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكن من أي جهة سأقول يعني أكله محبته لنوع من الطعام السنة في هذا ليست هي من باب حبك لهذا الطعام كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مثلا الدباء القرأ طيب أنا الآن هل محبة لهذا النوع هي سنة؟ حقيقة عندما يكون المقصد من هذا يعني أنا عندما آكل هذا الطعام ليس محبة في الطعام وإنما محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أؤجر من خلال هذا لا أؤجر من خلال هذه الجزئية لأن هذه مرتبطة أؤجر من خلال نيتي في عمل هذا الفعل نعم نصل إلى المصدر الثالث الذي سنتعرف عليه بعد الفاصل فاصل قصير ونعود أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين لنتابع الحديث عن مصادر الإلزام الخلقي تكلمنا دكتور قبل قليل أن أول مصدرين للإلزام الخلقي الذي نتعرف عليه على الخير والشر هما القرآن والسنة النبوية ما هي المصادر الأخرى في الإسلام؟ نحن نعلم أن مصادر التشريع في الإسلام كما قلت يعني هي عندنا ما تسمى بالمصادر الأصلية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس لو تعيدها فقط نجل نعم مصادر أصلية حسب التسمية منهم من يسميها أصلية إذن تلك ثانوية أو فرعية منهم من يسميها متفق عليها والبقية مختلفية هي إذن الكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هما الأصل أخي هما الأصل هذا لكن فهم منهما وتفرع عنهما عندنا الإجماع والقياس ثم بعد ذلك عندنا المصلحة المرسلة والعروف والاستحسان وما إلى ذلك إذن المتفق عليها أو الأصلية هي القرآن والسنة والإجماع والقياس نعم الإجماع لو نبدأ من هذه النقطة الآن الإجماع نحن حتى لا ندخل كثير بتفاصيل هذا الأمر هم أهل الأصول أصول الفقه يقولون هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي هل هذا الإجماع يكون عن أمر دون استيناد على الكتاب والسنة أم اجتماع أو لا فقط لا أخي لا بد أن يكون كما يقول أهل الأصول في هذا لا بد أن يكون الإجماع له مستند نعم إذن الإجماع هو عبارة لو أردنا أن نوضح هذه المسألة أكثر هناك من يرى أن الإجماع الآن في مسائل اجتهادية ربما من الصعوبة أن يقع وربما لم يقع لكن لو أخذنا الأمر بتبسيط أكثر لو قلنا لا نقول اتفاق توجه أغلب أخي أغلب العلماء في مسألة ما لم يرد فيها حكم شرعي واجتهدوا في هذه المسألة وهؤلاء هم من أهل الخبرة ومن أهل العلم ولم يمنعهم مانع من خوف أو رغبة أو ما إلى ذلك لأننا نعلم اليوم يعني للأسف يعني التوجهات العلماء نسبة كبيرة منهم مرتبطة بالسياسة يعني هذه مشكلة عندنا يعني تجد في كثير من الدول من الموانع التي تجعل علماءنا يتفقون هو ارتباطهم بالسياسة فمتى هذه أمنية أمنية متى يتخلى يتخلى الساسة عن العلماء أو يتخلى العلماء وعن الساسة إذن لو أخذنا المسألة بتفسيط كما قلت أكثر لو توجه جل جل علماء جل علماء الأمة لو توجهوا إلى مسألة مسألة فرعية واجتهدوا فيها وتبينوا أنها حرام عندما نقول حرام هي إذن هي شر هي شر نزيب أن نرتبط بالأخلاق إذن لاحظ أخي ما توصل إليه هؤلاء العلماء في هذه المسألة سواء نقالوا باستحسانها أو بحرمتها هذا هو فعل أخلاقي يعني بمعنى آخر عندما قالوا لنا هذا حرام ولا سيما في قضايا البيع وما إلى ذلك مثلا نحن نقول هذا الفعل يا جماعة هذا الفعل عندما نفعله هو شر وهو فعل غير أخلاقي إذن القيمة التي تأخذ من هذا ليست حقيقة ليست منهم بقدر ما هو من المستندات التي التي اعتمدوا عليها وكذلك أنهم هم من أهل الشأن وأهل العلم وأهل الخبرة وليسوا من رعاع الناس وما إلى ذلك نعم انتقالا إذن إلى المصدر الرابع من المصادر الأصلية وهو القياس نشرح هذا المصدر أيضا القياس يعني كما يقول العلماء الحاق حادثة لم يرد فيها حكم شرعي بحادثة ورد فيها حكم شرعي يعني الآن نحن أخي عندنا كما يقولون القياس له شروط له أركان عفوا له أركان يعني عندنا أصل وعندنا فرع وعندنا علّة وما إلى ذلك الآن مثلا قضية الخمر الخمر حرمها الله سبحانه وتعالى يعني ورد تحريمها في السنة النبوية وفي القرآن الكريم إشارة قوية ودلالة واضحة ولا يقول لنا قائل يا أخي هذه من أين جئتم بتحريم الخمر لا فاجتنبوه نحن اللغة العربية يفهمونها نعم لعلكم الاجتناب هو الابتعاد الزائد نعم إذن لاحظ الخمر جاء تحريمه طيب الآن مشروب جديد ممكن يظهر في الأسواق ممكن مشروب الطاقة الذي يظهر هذا طيب كيف نعرف حكمه هذا هل شربه خير أم شربه شر أخي لاحظ الأمر حقيقة حياة كلها مرتبطة بالخير والشر يعني الذي فيه نفع لي أو للمجتمع أو للناس فهو خير والذي فيه مضر لي أو لك أو للمجتمع فهو شر كيف نعرف حكمه طيب نحن نقول لماذا حرم الله الخمر يعليت الإسكار أو زعب العقل العلماء بحثوا في مسائل قالوا أخي الحرمة من الخمر أنها تذهب العقل والله منح الإنسان عقلا من أجل أن يفكر ومن أجل أن يكون الإنسان إنسانا وإلا كأنك البهيمة من أكبر نعم قالوا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أنعم على الإنسان بنعمة العقل وهذا المشروب هو الخمرة تذهب هذا العقل والمشروب الجديد بعد أخذ عينات ويعني تحاليل وفحص تبين أنه يحوي تلك المادة هنا نقول حرم قياسا لاحظ أخي نقول حرم قياسا على الخمر نعم إذن فالقياس هو عملية قياس أمر لم يرد فيه نصف شرق نعم على مسألة وردت في الشرق هذا بالنسبة للمصادر الأصلية انتقالا إلى المصادر الفرعية لو تعددها لنا بشكل موجز يعني الآن عندنا أهم هذه الأخي عندنا المصلحة المصلحة عندنا العرف عندنا الاستحسان المصلحة الناس عندنا مشكل كبير يحبل المصلحة لك أنا من مصلحتي مثلا أعمر البناءي وإن درّت تجاري هذا degree ما هو الضابط لموضوع المصلح؟ والله الثورة الآن يعني هذا الأمر يعني أنت نبهتنا عليه يعني كثير ما يحصل يعني يقول لك من مصلحتي أنا كان النظام يمنعني مثلا يمنعني كان النظام يعني من البناء أربع طوابق أو خمس طوابق النظام البلديات أو النظام الإداري كان أربعة أو خمس طوابق الآن هناك ستة أو سبعة أو كان الآن يمنع مثلا يمنع الصيد في أماكن معينة نظرا إلى يعني تكاثر ضرورة تكاثر هذا الصيد أو كان يمنع من حمل السلاح مثلا تمام؟ إذن المصلحة الآن أخي المصلحة ليست هي المصلحة الآنية المصلحة الفردية هي مصلحة الجماعة المصلحة عندما يعني عندما نقول فعلا هذه مصلحة ويتفق العقالاء على أنها مصلحة إذن هذه مصلحة لكن أن أقول نعم مثلا انظر أخي بعض الناس مثلا في قضية استغلال الآن الثورة هناك من كدس أخذ يكدس بيستغل الثورة في قضية الأطعمة والشراب وما ذلك يعني يستورد ثم يجمع 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 ويحتكر هو يقول فيه مصلحة لكن هل هذا فيه مصلحة؟ لا فيه مصلحة آنية موهومة موهومة أخي هي كلمة موهومة جيدة لكن فيه مضرة للمجتمع إذن كيف نضبط المصلحة؟ من خلال اتفاق أهل العقول على أن فيها مصلحة يعني عندنا مصالح مثلا أخي أنا موظف مثلا طيب أنا موظف من مصلحة الموظف الآن لو الشريعة الإسلامية حددت إجازات معينة للموظفين هذا فيه مصلحة هل الشرع يمنعه من هذا؟ طيب هل هذا موجود في الكتاب؟ لا هل موجود في السنة؟ لا هل في الإجماع؟ لا هل في القياس؟ لا طيب من أين جئنا بهذا الحكم؟ أخي المصلحة مصلحة العامل تقتضي أن تكون عنده أيام يتفرغ فيها ربما أيام يأخذ فيها إجازة يغير جو كما يقال ربما أمراض طارئة إذن هذه مصالح الإشارات الضوئية أخي معذرة الإشارات الضوئية هذا يذكر كثيرا إشارات الحمراء من أين جئنا بهذا الحكم؟ هي مصلحة كما يسمى العلماء مصلحة مرسلة يعني لم يأتي دليل من الشرع باعتبارها أو بإلغائها أنا سأختم بمصلحة بهذا الأمر البارحة أحد الأخوة يعني ينقل لي يعني في بعض المناطق التي يسيطر عليها الغلات هذا الخط أخي نحن نصلي في المسجد نضعه خطا من أجل ماذا؟ إذا مر خط هذا من أجل تسوية الصفوف تسوية الصفوف طيب هذا الخط يعني هل فيه مصلحة؟ نعم فيه مصلحة حتى لا يكون الصفا كذا منعوج أو منحرف في ضد الصفوف ما الذي حصل أخي؟ قام البعض بإزالتي قالوا هذا بدعة قالوا هذا بدعة يا جماعة هذا فيه مصلحة من أين جئنا بالبدعة؟ قالوا لم يكن هذا الخيط هذا يعني هذا الخيط الذي يمتد من طرف اليمين على اليسار قالوا هذا لم يكن على أحد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكرون لك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والله وهم لا يفهمون هذا الحديث الله لا نقول إلا الحمد لله على نعمة العقل عبدا لحظنا إلى هذا الحديث وليس هو موضوع أمرنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ما ليس منه فهو رد إذن هل هذا من الشرع؟ نعم هو من الشرع إذن نشكركم جزيلة شكر دكتور على ما قدمت لنا نشكركم عزينا المشاهدين على حسن متابعتكم لنلتقي في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن للحق دعاة ورعاة 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 و